من صدفان بدي رحب بكل سماعا برفقنا إن كان مباشرة على الهواء على الأراضي اللبنانية أو بكل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني بلقاء جديد ضمن برنامج كل يوم بيومه موضوع حساس ودقيق اجتماعي إنساني وأيضا لبناني مية بالمية من وحي حادثة صارت مؤلمة جدا ومؤسفة جدا حادثة قتل زوجي لزوجة عبر التسميم بالملوخية طرحت أسئلة بالمجتمع اللبناني عديدة ومنها كيف الموحدين الدروز بياكلوا ملوخية بالأساس ممنوع ياكلوا ملوخية كيف عزمت زوجة على الملوخية وكيف قتلت زوجة بالملوخية هيدا الموضوع أخذ مثل ما بقوله أخذه ردة كتير كتير ولكن ما بقى حدا إلا ما استفسر وللأسف ما كان في أجوبة واضحة وللأسف في ناس تهربوا من إنهم يجاوبوا ضيفي اليوم عندي ساقة كاملة فيه أنه نفوت على اختلافاتنا الاجتماعية والطائفية والبقية والمناطقية من بعد اجتماعي تنحكي ونتعرف على بعضنا وبدون ما نلبس كفوف ونقول أنا ما بعرف الآخر وأنا بحكم على الآخر من منطلق حكمي فقط لغير الصحافة عامر ملاعب أهلا وسهلا فيك حضرتك من الطائفة الموحدين الدروز مش ما يقولوا أنه عم نستغيب الطائفة ونحكي عنها رح نحكي أكيد الحادثة هي بحادثة مؤلمة وهيدا التغير اللي صار بالمجتمع شو عم يصير من مجتمعاتنا ليصلنا هون مش مهم المرأة والرجال مين بيقتل التاني مهم ليه بدون يقتلوا بعضون هيدا هيدا الأهم بدي بلش باللملوخية أول شي بتشكريك بتشكريك على أكتر من يعني قبل ما نبلش في الموضوع بشكل مباشر نحنا أنا بعتبر حالي مسؤول لأنه بتعاطي شوي بالإعلام وأنت إنساني كتير مسؤولي لأنه بتتعاطي بالإعلام المسؤول يعني هيدا 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 الميزة وأنا بتشكريك على لما منطرح المواضيع بإيجابية منلاقي أجوبة ومنوصل لحلول وبتعرفي يعني تنوصل للملوخية اليوم بمجتمعاتنا في نظرة للآخر دايما في أحكام مسبقة وهيدا الخطير وفي نظرة شمولية وهذا الأخضر إنه أنا لما بدي أحكي عن جماعات أو عن ضيع بتعرفي بالضيع بصيروا مثلا ولاد هيدا ضيعا كذا بيحكموا عليهم حكموا مطلق ففي أحكام مسبقة خطيرة وسلبية وهي كل إنسان هو يعني الناس متعددة متنوعة مختلفة بإختلافات حلوة لازم يضل في إختلافات باللهجات في إختلافات بالأفكار لازم يضل فيه وبنفس الوقت نحنا فينا نحكي مع بعضنا ونعيش بأمان وسلام بدون ما يكون فيه عنف يعني الأخطر هو العنف حادثت لبستين كتير مؤلمة بالنسبة لإليه مش لأنه صارت جريمي بهذا الحجم وبهذا النوع فقط بس لأنه كانت جريمي شبه منظم يعني أنا يعني فيه حدا عم بنفت جريمي عن سابق إصرار وتصميم وتخطيط يعني هذا الأخطر في مجموعة كل عمرة تصير كل عمرة تصير إنه يصير جريمي حدا عصب حدا قوس حدا درب حدا بغضب بلحظة غضب نحنا كلنا بشر ممكن تصير وبتصير عند كل الناس كعند كل البشر أو رد رد تفعل رد تفعل عنيف دفاع عن النفس طبيعي تصير يعني هاي دي بتصير نحنا ما فينا نقول إنه نحنا كلنا ملائكة أو لازم يكونوا الناس ملائكة لا ما أكيد لا بس إنه يكون هيدا هيدا التعاطي بهدوء مع جريمي من هالنوع هيدا المخيف وعطفا على موضوع الملوخية يعني في كتير أفكار مسبقة وأنا بسمعها كتير أحكام أحكام مسبقة إنه نحنا منفكر ببعضنا وكأنه نحنا عايشين بكواكب تاني ونحنا كلنا بتبعد المسافات من أول لبنان لآخره ميتان كيلو متر يعني اللي هي قد ولاية أو مدينة بدولة كبرى دولتنا كلها استزع عامر في ناس بيشوفوا الآخر ما بيشبههم كشكل في ناس بيحكموا على الآخر إنه هو من كوكب تاني في ناس بيحكموا على الآخر لأنه ينتمي إلى طايفي أو منطقة للأسف هيدا حقيقة صحيح ومنتعرض كتير لهذه الأسئلة كلنا وكلنا عنا أحكام مسبقة طبعا يعني أنا عشت طفولتي لحد ما سار عمري شي خمستعشر سني أو ستعشر سني ما كنت شايف واحد مسيحي مباشر لأنه أنا كنت عيش في الحرب بمنطقة اللي أنا وياكي من نفس المنطقة طبعا بس كنا بعيد عن بعضنا وممنوع كنا نشوف بعضنا أنا ما كنت شايف مسيحي يعني أنا بحكيكي عن حالي بس كيف كنت تشوفه براسة أيوة براسة كان بيا كل ما يتذكر أصحابه اللي هني جيرانه وأهله واللي كان هو إياههم شركة كان يشتغل هو إياههم فكان يبكي فأول مرة شفتهم لما شفت إجال عند بيا صديقه جوزيف متة فوصل ودق على الباب بكل هكي أريحية فطلعت أنا قال لي أنت مين تقول له أنت مين جاي عبيتي قال لي حبيبي وقل كنت أنا بالبيت أنت ما كنت مبارش يعني بهالمزح هايدا اللي فات فيه فكماشني حملني هيك على الباب حملني وبلش يبوسني وكذا قال لي أنت عامر آآ فكان اللقاءه وباية أكتر من الساعة ولا كلمة كانوا عم يبكو وكان باية من الرجال الشداد ما بيبكي بسهولي وكذا يعني هاي دي تعرفي الرجال القدم كيف كانوا يتصرفوا أنه عيب الرجال يبكي وكذا بس كانوا اتنين وقالين عم يبكو طب أنا اكتشفت أنه هاوضي بشر مثلي مثله منه أوكي فيه قتال صار خارج إرادتي وإرادته آآ هاي دي الأحكام المسبقة هي الخطر يعني هي الخطر طبعا أنا بتتردد كتير أنه الدروز ما بيأكلوا ملوخية أنا بالنسبة إلي كانت آآ بالبيت عنا ما كانوا يأكلوها أهلي لأنهم ما بحبوه يعني ما كان فيه يعني ما فيه تشريع آآ مباشر أنه هاي دي الأكلة حرام مثل ما مثلا بيحكوا عن لحم الخنزير مثلا عنا نحنا محرم لحم الخنزير أوكي وبفهم الأسباب اللي محرمينه علي بس الملوخية ما كان فيها الأحكام الصارمة ضد الملوخية بس بعدين صد طبعا اتطلع واكتشف أنه فيه منحة عند المذهب التوحيد فيه روايات فيه روايات آآ رسمية فيه روايات يعني هي مستند رسمي فينا نعتمد علي وفيه اجتهادات بالرواية الرسمية آآ انه المذهب التوحيد هو مذهب آآ آآ صوفي تقشفي يعني هذا المنحة اللي بياخدوه المشايخ الملتزمين فبيبتعدوا عن كل شيء ممكن انه يعطي بيسموها قوة للنفس يعني انه بيكتر ورفاهية ورفاهية آآ أو مقوي جنسي يعني هذا بيبتعدوا عنه لأنه هن رايحين على التقشف والزهد فكان من جملة الاشياء اللي بتنحكها انه الملوخية منها مثلا كانوا بينصحوا بعدم أكل البصل لأنه مثلا بيسبب هاكي تخمل يعني بيصير فيه خمول عند الانسان بس يكل بصل لأنه قوي يعني آآ مادة غذائية قوية بتسبب هاكي واحد بيطعب بيصير يعني بيهدى جسمه انه بده ينام يعني انه بيبتعدوا عنه آآ طبعا البصل الناي آآ مع أنه هو مستحب البصل طبعا هو بيعتمان ناعة لازم يكون فيه بصل بالأكل هي مادة أساسية يعني لو ما فيه بصل تلتربعة طبخاتنا تلتربعة طبخاتنا بتنطبخ لأنه هو الركيزة الأساسية آآ للمأكلات لمأكلاتنا اللبنانية أو الشرق النوتوسط فكان فيه اجتهاد أو نصيحة أنه الملوخية ما مننصح بأكلها لأنه هي أكلة ملوكية يعني لأنه كانوا يسموها ملوكية بعدين أنا اكتشفت لأنه بده كتير من مواد ايوة الرز اكتشفت أنه كمان فيها ناحية طبقية بالموضوع أنه كانت مكلفة لأكلة وطبعا نحنا عشنا بجيل بعده أثر الحرب العالمية الأولى والمجاعة مرسخ بدهننا يعني جدودنا كانوا كتير يصفون أنه بخل ستاتنا كلنا كل ستات لبنانيين وردت فعل طبعا كانوا أنه عطوله كله كان ستة بخيلة كان جد بخيل بس هي كانت ردت فعل على فترة المجاعة المراقفية كانوا يقتصروا ويقتصدوا ويخبوا يعني كانوا يخبوا كل شي يعني كل شيء بميستخدموه كل شيء ما بيصرفو أنه بلكي إيجا يوم تكون يكون صعب علينا وما نقدر نلاقي أكل أو ما نقدر نلاقي مصاري فهاي كمان ناحية ممكن تكون أثرت اجتماعيا أنه هاي الأكل يمكلف كتير أنه بدك كذا مادي بنحط معها تجاج ولحم يعني هاي الخبرية فبلكي أنه يعني هاي كمان أثرت أنه تحرم بس بالمطلق مش محرمي قال لك في روايات كتير أنه بقولوا يعني طبعا في أخبار بتعرفي بصيروا أنا ما بنسأل أسئلة أحيانا أنه حدا سألني مرة هاي كان بعيد ومتفاجئ أنه أنا درزي عم بحكي معه فكتير كتير الأسئلة وطبعا هي بتتردد طبعا أنه أنت بتعبدوا العجل ما هي هي بدي أقول لك أنه الحكم المصمق في خبرية مرتبطة بالملوخية وبالعجل بالعجل فينا نحكيها أو محرم لا مش محرمي لأنه هي خبرية يعني هني بقولوا أنه أنا بسمعها أنه حرموها دروز لأنه العجل زحط على الملوخية بس مشي ركض بالجل مزروع في ملوخية زحط عليهم حرموها هو ما في شي إلو ارتباط لا بالعجل ولا بالبقر هني يعني بيربطوا يمكن باللوعي أنه مع الفلسفات الهندية ممكن لأنه هني بيعتبروا مذهب صوفي أقرب إلى فلسفات شرقية يعني هاي دي الفكرة الخبرية المرتبطة بالعجل مباشر هي حسب أنا اعتقد يعني حسب تحليلي أنا كحدا داري التاريخ أنا كل أبحاثي بالتاريخ وبالعجل كتير أخذ صيطة كبير بالمعركة مع إبراهيم باشا المصري لما إجا عم يحتل مناطق بجبل العرب اللي هي هلأ منطقة السوايدا مناطق صعبة جغرافيتها صعبة كانت وواجهوه بقسوة كتير يعني هني ناس كانوا عايشين بهالمناطق الجردية شبه جردية فواجهوا جيش بعنف فوصل على أحدى الضيعة وحاصر هاي الضيعة وحاولوا يفكوا الحصار ما كانوا يقدروا فحدا منهم بيخترع هايكي تفنجة عسكرية انه تعاوخي فيه فكرة جمعوا العجول اللي بيفلحوا عليهم للإفلاحة فجمعوهم بمسرب واحد وطبعا كبوا عليهم حر وضربوهم ضربوهم وفتحو لهم الباب يعني فسحو لهم المجال ووجهوهم باتجاه العسكر ياللي خديعة عسكرية خديعة عسكرية فظهروا العجول بهالليل وهجموا وصوب المعسكر اللي طبعا العجول خيفانين وصاروا خبطوا شمال ويمين بدون يخلصوا حالهم فالجيش ياللي كان هايكي بهدوء بحالة هدوء وسكيني يتفاجأ بهالعجول هاجمين بهالطريقة فطبعا صار عندهم إرباك وخوف ورعب انه شو اللي عم بيصير وهني من ناحية من محل تاني كانوا العسكر أو المقاتلين كانوا هجموا على العسكر من مال تاني وقدروا يفكوا الحصار فبوقتا شهري كتير خبرية العجول يعني وربطوا العجل بالدروس بوقتا فهي تعبدوا لأنه كان منقز لألكم جزء يعني كان عجيب مش موجودة يعني هي مش موجودة الناس يعني ما بيحرم مدهب التوحيد أكل لحم البقر والخروف يعني عادي بيأكلوها مثل كل الناس بلا بس بيحرموا الخنزير الخنزير محرمة بناء على الفتاوى لأنه هو مستمد من الدين الإسلامي مذهب التوحيد هو آخر شي فرع من شجرة الإسلام فهيدي خبريتها فاليوم بيصير فيه كتير أقاويل وبيطلع خبريات حتى أنه حدا بيخبرني أنه قال بخبره حدا أنه دروس بالليل بيطلع له نقرون وبيهجمه بيطلع له ندايل وكذا فصير نضحك أنا يعني عن خبريات طبعا فيه فيه سوالف بتصير غريبة عجيبة حتى هي ما هي شوفي أنه فيه نظرة للآخر وفيه نظرة لنفسنا كمان بتصير كمان بيصير بيصيروا كمان أحيانا من الدروس نفسهم بيصيروا يزيدوا بخبريات مش موجودة وبله طعمة وخبريات بس بيصيروا حتى يتفاخر أو تيعمل استعراض استعراض لحياله فبيصيروا يزيدوا كمان بس هي مش موجودة بالإجمال آلم لخي فيه ناس ما بيكلوها بناءا على هاتي الأقويل بس شرعا أنا بالنسبة إلي أنا طبعا مش طالعا كتير ما فيه نص متدين بس ما فيه نص آآ تستند عليك ماكن تستند عليك أنه هايدي الأكل محرم أبدا مش موجود طبعا مثلا فيه مأكلات هايدي هايدي التشريعات كتير اشتغل عليها المجتهد الأمير السيد عبدالله التنوخي يلي مقامه بعباي جيرانكم طبعا أنا بزوره أنا بزور هالمقام لأنه عن جد فيه فيه طاقة غريبة من الخشوات تارفي أنه هو البيت آآ البيت الأمير السيد مع المقام طبعه مع الكنيس هني مدموجين إذا بتروحي لهنيك ما بتعرف يتميزي أي مسجد أي منزل وأي كنيسة وأي دير المقام والكبوشية والكبوشية كأنه بيتعانقوا مع بعضهم وما فيك تزور الكنيسة بدون ما تزور المقام هني مشتركين زور المقام بدون ما تزور الكنيسة هي نوع من هو اجتهد بإشياء كتير من الاجتهادات كان يجتهد بموضوع بموضوع الأكل والشرب والطعام واللباس والطعام مع بعضهم عكل حال كمان فيه بالكنيسة كتنقول يعني مشان ما نكون عم نحكم على بعدنا بالكنيسة النصيك شو عمله صحيح شو بيعملوا النصيك بالكنيس صحيح بيتأشفوا ما بيأكلوا بيسوموا هي على فكرة السيزي هلا الفكرة التنسك والزهد موجودة بكل هاي المناطق عند كل الطوافة وعند كل المداهب يعني إن كان مسيحي ولا إسلامي ولا بودي ولا هندوسي ولا كل الناس بتدعي للتقشف والزهد وهي شي جزء كتير مهم كتير مهم بحياة البشر إنه نحنا يضل في حدا يقول إنه مسلك غلط تصرفكم غلط السيزة أمر رح كفل فكرة تبعيتك تقول وانتا كان في نسك كان في بركة وخير مية بالمية شوف اليوم وانتا الله يرحم بي يقول الكنفشة كلمة كنفشة كنفشة صح هاي دي الكنفشة اللي عاشها المجتمع اللبناني وانت وصلتنا هاي وصلتنا اليوم لهون هاي بس جزء منها يعني صح السيزة أنا اشتاق يعني كتير بهمني الموضوع الاجتماعي لأنه هي ان احنا كبشر صحيح الفرد كل واحد متعلق هو بيقوله يعني فيه مثل شعبي بيقول انا كتير بيستخدم مثل شعبي كل واحد دمبه عجنبه وحسابه عربه يعني انت شو بتتصرفي ما في حدا يمنعك بالكون اذا بديك تعملي غلط ما في قوة بالكون بتمنعك اذا ما عندك الرادع من جوه الاخلاقي من جوه بنفس الوقت انه لازم يكون عندنا روادع اجتماعية روادع اجتماعية انا في حدا من ابن عمي اه كان عنده مشكلة مع بيه انه كما شو عم بيدخل فطبعا صار مشكلة كبيرة هوية وزعل وصار مشكلة هوية فاجع مشكلة انه لك بيش ومتخلف اقول لخي طول بلد انا معك يعني انا انا ضد بيك انا معك ضد بيك بس تعتفكر يا خي بيك انت ما اعتبره متخلف طيب ما اليوم كل قوانين الامم المتحدة والصحة العالمية عم بقولوا اكبر خطر كان يعني من اكبر المخاطر على البشرية هي موضوع التدخين يخي يعني معناتها بيك متحضر اكتر منهم للجماعة يعني انت عم بتعتبر انه ديك هو متحضر اجتماعيا هني متحضرين صحيا ايوه هي المعادلة هو هاي الزلمة ببساطته عم بيقول لك انه التدخين بضر وبتحرق مصرياتك انت يعني على عينك يعني بقدام عينك بتحرق مصرياتك ومدر بصحتك مش لازم تدخن طب هذيك عم يجي بحل اللي قلنا هي اقتصاديا وصحيا وشو تكلفة الصحة وشو تكلفة الفاتورة الصحية والاستشفائية يعني فيه احيانا اشياء لا نحنا هذا مش تخلف هذا بالعكس حضارة طبع 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 مثل ما كانوا المبادئ والقيم يلي يطرحوها اللي كانت موجودة والناس بتدولها كل فرنجي برنجي يعني اي شي مستورد من الغرب او من الشرق انو نحنا صار منيح لا ممكن يكون غلط تعاوطة ندرسو كيف بيناسب مجتمعنا كيف بيناسب حياتنا ومنعمله اذا كان طبع نفترض اه فيه نوع من الاكل بيأكلوه ببلاد الحرارة العالي طبع نحنا عندنا هون بيكون فيه تلج انو لازم اكل هاي الاكل لانو بيأكلوها بهاي المحل طبع نفترض او العكس انو فيه احيانا النوع من المأكلات بتناسب بيأكنا وطبيعتنا ومناخنا وان ليش ما بيكون فيه بطيخ بنص الشتي لانو ما بيسوه واحد يأكل بطيخ بنص الشتي ايه بس كمان شو صار كل شي دخلنا بحكمة ربنا صحيح انو عملنا مواسم بشم ووسمة صحيح وعملنا زراعة خلفنا الطبيعة عملنا زراعة يعني الكوسة صرنا ناكله اه 12 شهر بالسنة والخيار 12 شهر بالسنة موجود بتذكر نحن وصغار كان اذا بدون يعملوا تبولة بكنون يفتشوا على راس البندورة تفتيش ويكونوا وما بتلاقي جايبينوا اخضر قبل بشهرين ثلاثة مدفينوا محمرينوا انو تعال فكر فيها انو هلا كل شي موجود والانسان مش موجود مية بالمية لانو الانسان مش انسان انو انا احكي وحضرتك تحكي ونكون موجودين انسانيا انسانيتنا نحن كرمتنا كل هيدا الامور صحيح بس خليني اختم موضوع الموحدين نعم بدي اتوقف عند كمان في شي هيك مثل محطة كلام ما بعرف قداشا هي صحيحة او لا شو قصة انو بتقوله كتير ارد ارد انو هيدا البعد بقول انو هيدا مصطلح بس للموحدين يا ارد اي اه هي 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 الفكرة بتدخل باللهجة يعني مش بشي مرتبط بالحيوانة بحيوانة لا 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 هي بتخذ في شي بيكرر عند الجيل السابق وكان يكرر مش بس عن الموحدين عند كل سكان ضياع ضياع الجبل وطارفي انتي انو كانوا مسيحيين الجبل بيحكوا بالقاف اكتر من الله يرحم بستة انا بتذكر كتير منيح بس ما كنا نسأل اذا ستة درزية او لا اذا سمع حدا عم يحكي بالقاف بيسأل مية بالمية اذا بترجع الى التسجيلات القديمة بالسبعينات والستينات اي تسجيل بتسمعي كان كله بالقاف كل الناس تحكي بالقاف فكان في عندهم محط كلام مثل مثلا هلق نحنا منستعمل مثلا اوف يا ويلا مثلا واو هاي محط كلام كانوا من زمان يقولوا يا قر يا قر يعني يا قر اه ما الا خصة بالارد ما الا خصة بالقر وكيف كصار بس نحنا بالتسعينات طلعت يمكن بتصور عبر تلفزيون لبنان بسمات وطن بسمات وطن او كان جورج خباز بسمات وطن استعمل ايه بسمات وطن صح استعمل طبعا بمعرض النكتي انه بنكته على زعيم وليد جملاط انه يقر يقر فركبت وهي يعني موضوع قابل بس ما على خصة لا لا ما في العلاق ابدا 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 هنا كانوا يستعمل انه لاقت استحسان وطبعا بالنسبة لنا انا ما ما عندي مشكل انا بالعكس بضحك مثل كل الناس لما بسمع حدا عم يحكي بهاي الطريقة بضحك في ناس بينزعجوا اه في ناس اكيد في ناس بينزعجوا في ناس بيعتبروا حتى كلام بحكي انه بيعتبروا ما قالوا انه لشو لش بدي برر لش بدي وضح انه انا بالعكس انا لازم احكي السيئات والسلبيات حتى لو ع نفسي لنوصل انه الناس تفهمنا وافهمها من حسنة هاي المرحلة انه صار فيه سوشال ميديا صار نعم توصل مع بعضنا كتير لانه بالسابق كان فيه انقطاع كل بين مجموعات البشر توصلت لمرحلة تتكون افكار وتتكون مسلمات او احكام بعضنا صارت مطلقة وصارت وكأنها حقيقة وهي مش حقيقة هي فيه فيه اشي كتير تألفت ونتيجة الظروف السياسية والامية والاجتماعية وغيرها صارت مثل كأنها حقيقة هي مش حقيقة وفيه كتير اشي هم نقدر نحكيها طيب السيد عامل من هيدا المنطلة اللي عم تحكيها بس نحنا خلينا نعترف نحنا عن جات شعب بمذهبه بعائلته كل شيء كل واحد عنده خصوصية حضرتك اشتغلت على هيدا الموضوع خصوصية كل مجموعة لبنانية او طرف لبناني اشتغلت على كيف كل طايفة عندها مشروب الخاص اشتغلت على شخصيات الطوايف يعني حتى حكيت عن التلفزيون يعني الالبي سي كان عندهم شخصية الكسروانة وقبل كان فيه الترابلسة يعني كل واحد عنده شخصيته الجنوبة مونير كسروانة كل واحد عنده يعني هيدا بدل انه عن جد عنا خصوصية خلينا نوصف هيدا التنوع وكيف انه نخلي هالشخصيات تكون مصدر فرح لبعضنا مش مصدر سخرية وانتقاد وتحكم واستعمال سلبي للظروف الاختلاف صح انطلاقا من اللي بلشنا فيه بموضوع الملوخية طبعا انا ادخلت مع هيك اكتر من مجموعة وغيره الاسبوع الماضي او الشهر الماضي انه وعا تيجي عالبيت وتاكل ملوخية وعا كذا وعا كذا انه كانت نكتي وصاروا يركب عليها اخبار فانا توصلت مع اكتر من حد اكتر انه حلوي واحد نضحك ساخر شي فيه جريمي صارت يعني يعني بطل الموضوع انه بس نكتي انه مش مزحة صار موضوع كبير يمكن تكون غير اكلي اللي بدو يعمل هايك جريمي ممكن تكون بغير اكلي الموضوع التنوع شوف انا انسان بتعاطى مع الارض مزارع بالدرجة الاولى هايدي احلى صفات حياتي احلى صفات حياتي اللي انا كتير بحبها الارض ما فيه ولا متر ارض الا ما فيه عشرات ومئات الانواع منه البكتيريا والاعشاب والحيوانات والتنوع التنوع موجود بالدنيه نحنا ما فيه شي بالمطلق انا بس شوف سهل مزرع بناء واحد من المزرعات بعتبر انه هاي المنطقة مش بيئية يعني البيئة الطبيعية انه يكون فيه تنوع بكل شي او كان احنا مضطرين نزرع اشياء محددة بس لازم نضلنا فاسحين بالمجال للتنوع لانه هي الطبيعة ما بتغطني اللي ما يصير فيه تنوع مثل الطبيعة الشطول والازهار والشجر انا بعالج الفطريات اللي بتطلع على الشطول البنادورة والبتنجان الخضار يعني انه بزرع بينتهم الليفاندر والحبق والزعتر لانه هايدي الشطلي بتحميلي اللي هي امعالي سيري يلي هي بتاكل المن والغيره فانا دغري بعمل تنوع بالجل اللي عم بزرعه وبالارض اللي عم بزرعه بزرع هايذا النوع و بزرع له المضادات الطبيعية حده بدون ما استعمل مواد كيموية الى حد كبير يعني انا ما بقول حسما ما بيستعمل لا بيستعمل بس عند الضرورات الكتير كبيرة بيستعمل طب هيدا التنوع هو اللي عم بيخليني يأكل الطمر لو ما فيها التنوع لو ما فيه نحل بيتنقل بين الازهار ما بيصير فيه تلقيح لو ما فيه هوا بيطير ما بيصير فيه تلقيح بين الشجر ما بيصير فيها التنوع عوامل الطبيعة هي تنوع متل ما نحن البشر نحن بشر متنوعين طيب انا بين المرة بالزمان قلت لون انا انا بحكي مع شباب اصحابي عفوا يعني من الطائفة الشعية قلت لون انا محل الاماركان ليه بيشتغل ضد حزب الله الفكرة هاك كانت انه بيشتغلش ضد حزب الله بروح بيشتغلكم على تنوع المناطق لانه بيضال فيه اختلاف بين ابن جنوب وابن ابن بعلبك وابن البقاع زكرا الكشك على كشكل على موضوع الكشك اخدت شهر شهر يقول لك يا جماعة انه البدو ياكل كشك من الهرمل يطلع ياكل من الهرمل البدو ياكل من الجنوب انا من اتنين باكل وطنين وطيبين يخي لشوع بتختلفوا يعني هي فكرة التنوع عند البشر موجودة ما بترتبط بمذهب او بمنطقة محددة انا بنفس الضياع عندي ما هي كيف بتبلش الاختلافات نحن اللبنانية احسن بشر شوية منيجي بين بعضنا ولك هاضي ولادي الشمال ما بينطاقوا شوية منيجي بين بعضنا هاودي بخلا هاودي كذا بيصيرو بيوصفو بيوصفو بيحكمو على مجموع اي وصفات بالمجمل شوية منيجي عن اي خلط ضيعة نحن ضيعتنا احسن ضيعة بجبل لبنان شوية منفوت عنص ضيعة ولكن احنا عيلتنا احسن عائلة بالضيعة منيجي على نفس العائلة هيدا جبنا والمحيطنا احسن شوية اخر شيء باي احسن من كل عمومتي اعرفت يعني بتوصل لمرحلة انو الانسان عطول بدو يعمل اختلاف فنحن خيه هيدا الاختلاف ما بدو ضل موجود يعني نحن اخر شيء بشر بدو ضل في تعاوتا ناخدو بالناحية الايجابية طب انا بفترة انو لاش يخيه المتة كتير من تشرب عند الروز مع انو بهايدي باخر عشرين سنة او ثلاثين سنة انتشرت بكل المحلات طبعا كانت الارجيلة بكندا طلد اختي بيشربوا متة وطيجوا لهون بياخدوا الارعة من لبنان لانو بيشربوا بس لانو ميسي بيشربوا اي طبعا هي تأثير الاعلام يعني هذا تأثير الاعلام طيب انا اه بي اه لاي لاي متلا المشروب اه تفضلت بسألتيني عن موضوع المشروبات انو انا متلا لاحظت بفترة انو في تنوع بالمشروبات بالمناطق اللبنانية حسب حسب الطوالي الارجيلي اه اكتر شي كانت ان احنا بتضيع ما كنا نشوف ارجيلي عندنا احنا محرمي بعدا اي طبعا الحرم علي وعددخان حرم مطلق يعني توازي الخمر وتوازي لحم الخنزير الدخان والارجيلي ولحم الخنزير والخمر محرمي اه طبعا ورجعنا انو انا مثلا بيخدها من ناحية سلبية انو ليش بيركن تحرموها طب يا خي ما هادي مضرة يعني الفكرة انو ايه انو منرجع انو فيه جدر للموضوع بيضل فيه فيه سبب طيين عمل هادي البروباجاندا عنه طب انا كنت شوف مثلا الارجيلي من تشرب بيروت كتير فصار يرتبط الارجيلي بالسنة جيت انا بحثت انو لا يا خي لا يا خي القهوة كتير بيشربوا المسيحيين بيشربوا قهوة المثلة عند الدفوز الشاي عند الشيعة طب رجعت بحثت اكتر عملت بحث عملت بحث على الارج على الماء وتاريخي تاريخي اي عملت بحث تاريخي فاللي طلع معي انو يا خي فيه مناطق بتنشهر بنوع من المشروبات طب البترون مشهورة بالليمونادة شغلة حلوة بروح بشرب عندهم ليمونادة كل الخي عملوه على طريقة البترونية تنشربها لانو شغلة طيبة طيب الارجيلي اللي انتشرت عند هي تحديدا ببيروت وترابلوس يعني اللي هني المدن رئيسية هي اللي هني تجار وكان عندهم بيشتغل كده ساعة الصبح عنده ضغط شغل فبيقع للشخص بدو يرتاح بيعمل كبايت شاي وارجيلي بنافخ استرخاء استرخاء نوع من الاسترخاء فكانت البيئة مناسبة انه هيدا الشخص عم يتعب وعم يتعب تعب جسدي نفسي يعني اكتر ان تعاطي مع الزباين وكذا بيجي بيقرب استرخي وبياخد ارجيلي طيب المكتلة انتشرت عند الدروز عند الدروز موضوع التاريخي ايوه فكرة يعني موضوع الارجيلي لانه هي بلشت تركي صناعة تركية فكرة تركية من ايام الدول العثمانية ويقال انه والمدن الرئيسي الى هدف اجتماعي كمان صحيح الهاء المجتمع لتمريق المشاريع العثمانية يعني كمان مش انه هي استرخاء لا اكيد اكيد هي في الى دايما وقلوا تنابل اكتر شي يعني ما احترام من لبقى رجله ما حدا ياخد علي بس هيدا مقولة معروفة مقولة معروفة تنابل بيشربو صحيح فامتشرت بالمدن لانه المدن كانت عندها ارتباط مباشر بالدول العثمانية يعني بيروت طرابلوس صيدة كانت مرتبطة مباشر بالدول العثمانية وحتى بعض العائلات هي عائلات تركية كانت ساكنة بهاي المناطق اجت ساكنة بهاي المناطق ونقلت معها هذه العادات وانتشرت طبعا اليوم اختلف لهم صاد كل الناس عم بتأرقيل بكل المناطق بكل بيت في أرقيل للأسف يعني انا يعني كان بدي ينتشر اشياء اقل ضرر اقل ضرر متل ما الدخين منتشر طبعا موجود طب المدتي انتشرت بمناطق الدروز لاكتر من سبب اول سبب انه باواخر القرن التاسع عشر صار في حجم هجرة كبير جدا من الساحل السوري يعني جبال لبنان لطرطوس للاتقي لكسب يعني هذا الساحل شرق المتوسط لفلسطين صارت الناس تهاجر نتيجة تدهور الوضع بالدولة العثمانية بوقتها نتيجة الازمة الاقتصادية ونتيجة تفرضوا عن الناس السخرة وتجنيد الاشباري صارت الشباب تهرب يطلعوا بالببور ويسافروا يقولوا لهم اخذينكم على بلاد الفرنج على بلاد جديدة فناس يكبوهم بايطاليا ناس يوصلوا على ارجنتين ناس يوصلوا على ما كان فيه طبعا يعني كان فيه مافيات كمان مثل اليوم بتهرب ناس فكانوا ياخدون ويكبوهم بهالمناطق كانت حصة جبل لبنان الاكتر هجرة على امريكا الجنوبية ففي ناس وصلت لهونيك وغابت ضاعت وفي ناس رجعت يالني رجع جايب معه المشروب من هونيك اللي هي المتة وصاروا يشربوه انتشرت بالجبل لانه المتة بتنشرب سخني وفيها فيها تواصل اجتماعي حديث ومشارك وبياخدوا وبيعطوا بتصبي وبتعطي يلا سخنها حطلها سكر حطلها كذا زيدها زبطها نفضها غيرها فيها تواصل اجتماعي ياللي هو ولادة جبل كانوا بحاجة لاله لانه عندهم سهرات طويلة كانت بدون شغل يعني خلصوا شغلهم بالنهار كانت بشتي كتير الشغل قليل فكانوا حد الموقع دي يعني قعدتهم بتبالي سنة ساعة اثنين بعد الظهور يمكن ضل لعشر احد عشر بالليل فكان بحاجة يشربوا شي فانتشرت المتة وكانت وهي الكافيين فيها خفيف مش عالي وماء يعني منيحة نافعة مش مضر القهوة انتشرت يعني للأسف بصنفها هايك بس هي مش مطلق بس انه بشكل عام عند العائلات الاقطاعية وعند المسيحيين لا اكتر من سبب عند العائلات الاقطاعية لانه هي كانت غالي لانه يستورد من اليمن تيجبوه يضحنوه ويحطوه له هايل ويحطوه معه فمادي غالي تيضيفوها ويشربوها هني فمنتشرت عند البقات الفقيرة او الفلاحين بشكل عام كانت منتشرة اكتر بالعائلات الارستقراطية لما صار فيه ارساليات والارساليات كانت عم تستهدف المسيحيين بالدرجة الاولى فكانوا يجو الطلاب المسيحيين يتعلموا بالارساليات فكانوا يستخدموا القهوة كمادي منبهة يعني لما بشرب قهوة يتنشط الانسان فيها كافيين عالي بصير يقدر يصهر ويقرأ ويتابع واكتر فانتشرت اكتر عند هاي الفئات يلي تعلمت فصارت منتشرة اكتر عمليا بالبيئة المسيحية هذا التحليل الشاي انتشر بالجنوب وبالبقاء لانه هو الموجود سعره رخيص وشعبي يعني ممكن يشربوا بالصيف الانسان ببورد ولو انه صفن وبالشتي بيدفي يعني هي مادة كتير وطيبة وفيها نوع من اللي بتعمل استرخاء بالعصاب كمان كمان كانت منيحة انتشرت بهالمناطق اكتر الشاي صرنا عم نحكي عن المتة والارجيلي والقهوة والشاي على هايدي البيئات فلانه نحن تنوعنا موجود ببيئات مكثفة اكتر دات تنوع طائفي يعني لما بتحكي عن جبل لبنان الجنوبي في اكترية درزية بتحكي عن البقاع في اكترية تنفترض سنية او مساء او شيعية عن جنوب نفس الشي فصارت تاخد هاي المشروبات طابعة طايفي صاروا يقولوا انه السنية ارجيلي الشيعي شاي يعني هيك انتشارب اكتر هيدا التنوع حلو كتير نحن عم نحكي بالمنحة الايجابة نحن عم نتبادل كلنا منشب الشاي والقهوة والارجيلي والمتة هلا انا بشوف المتة وينما كان باللبنان بطلت مخصورة وانتشرت لانه هي شغلة طايبة وحلوة وممكن انه هلاك يمكن بعد ما شافوا مثلا مشاهير عم بتشرب ماتة كمان تسوقت الفكرة اكتر صاروا بيشوفوا مساء عم يشرب ماتة بيشربوا الناس ماتة او بيقلدو او يعني الفكرة هي كتير بتصير بتصير مادة شعبية بتنتشر بين الناس حلوة انه هاي مش عادة عاطلة من المسشوبات الحكم المسبق على المساحيين انه كلهم سكيرة كلهم صحيح ياخدوا الخمر بشكل مفرد كمان في اشي وهاي من الخطورة اللي انا في مجموعة امثال نحنا فينا يعني في فينا ناخد على نشتغل على خطين في الخط يلي تستخدم الامثال الشعبية للإساءة خاصة الموضوع الاجتماعي وفي امثال ضروري نحنا نتعلم ونعلم لأولادنا لانه هي مسار حياة ناخد عبره منخلص حالنا نحنا احيانا بنلخص مئة افكار كبيرة بمثل انا مثلا بالزراعة كان جدي مرة شافني عم بزرع لقاية عريشي طالع بالشتلات عند امي فشلتها هيك بالصيف وعم بزرع فجاي جدي شافني هاي شعم تعمل طالعو عم بزرع عريشي قال لي ما تعلمت المثل بقول نصبت كانون اول تسبق نصبت عم لود فانا هاي الشتلات ما تزرع هلا تزرع بكنون اول بكنون اول انا اعتبرت انه مثل وحفظته بس انه ما ما اخدته عن اعتبار بعدين بالبحث بالموضوع الزراع نحن بفترة بسمول الركود بيمرق عنا اشهر بيكون فيها سقيع بيوقف النمو الخضري طبعا الشجر وبينما النمو الجذري بتشد نزول الشريين بتكون عم بتشد نزول الشجرة فالزرعية بكنون بيمرق عليها كانون وشباط وادار كانون اول كانون تاني شباط ادار بادار بتبلش النمو الورقي بس بهول 14 بتكون عم بتشد بتطراب بتسبت حالة فطلع انه هذا مثل علمي بامتياز مش مثل شعبي هذا مثل علمي طب هاي علمتني الزراعة مثل ما رجعتك اكتشفت انه احدى الباحثات الفرنسيات اللي غاب عن دهني اسمها راح اتعملت ابحاث على قبائل افريقية عم تتعرض للمجاعة طب هاي كيف عايشوا حال ميات السنين والاف السنين وبعدهم عايشين طالما عندهم مجاعة فاكتشفت ضمن ابحاثة لانه الفرنسيين فرضوا عليهم تغيير لغتهم المحلية صاروا يستعملوا اللغة الفرنسية طلعت انه لغتهم المحلية ما تمدئ بالدرجة الاولى على نظم الزراعة فكانوا باللواعي طبعهم بيحكوا مع بعضهم نظم زراعية فهاي لما جيت جبتي جيل شلفتي عن طبيعة الام اللي هو عيش فيها وعلمت لغة جديدة بطل يعرف يستعمل اللغة القديمة اللي هي بتستعمل بس هيدا ابادة هيدا هيدا نوع من الابادة نوع من الابادة هيدا ابادة شعب مية بالمية بدون استعمال اسلح هيدا الاجرام ايه انا الاجرام لما بيجي بعلم الناس لما بيجي الناس بتنسخرلهم على هجاتهم وامثالهم ولغتهم اللغتهم يلي هي حياتهم اللغة حيات اللغة مش على طريقة هود اللغويين اللي بيجوا بيعملوا لك مقعر بيصير بدوا حسبني على الفتحة والضم يخي اللغة حيات انا لما بيحكي بلهشتي بلهشتي انا جاي من ضاعة بيحكي بالقاف لا يبرك تضحك علي اذا انت عم تحكي بلغة اهل كسروان او بلغة الشمال او بلغة بيروت ما انت حلو اللهشتك وحلوة كتير تضل موجودة وحلوة تضل لهشتي موجودة مع انه هلأ عم بيصير فيه انقراض لللهجات وهيدي لازم نتيجة الاعلام لازم ينعمل عنها حلقة لانه اللهجة هي هوية المنطقة اذا اللهجة انقرضت والبنى التحتية للمنطقة من السكن والعمار والجنينة وكذا هايدي انقرضت بتطلع عنا هذا التنوع كل الحلقة عم نحكي والتنوع غيناء تنوع غيناء للأسف صحيح بس بدي اقول شغلي على قصة ان احنا شاطرين كتير نتمسخر على لهجات بعضنا بامريكا قد ما في مغتربين من العالم وفي مهاجرين هي دولة مهاجرين كل واحد بيحكي انجليزي او اماركاني مش انجليزي اماركاني على طريقته ما بتلاقي حدا ميتمسخر على حدا باللدنين اذا بدك تحكي لك شي كلمة او يعني انا بستعمل كتير مفردات يعني يعني انت بنت ضيعة بنت ضيعة ومصرة انه يضل في شي موجود بذكرتنا انه نحنا ما بنحكي اشياء منمأة صحيح بتفش خلقك انا بتقولها متل ما هي صحيح واوقات يأخذها هيدا بالعكس هيدا انا اصدطها طي يكون في عنا اسمها لحجة لبنانية خيل صحيح انا بحكي بلهجة لبنانية صحيح ممكن تحبها هي الفكرة انه نحنا لما بيصير في تنوعة كتير لما الناس بتدرك اهمية التنوعة ساعتها كلنا بيمشي حالنا يعني انا لما يجي حدا في كتير اصحابي بيطلعوا بيطلعوا لعندي بصير بدي يحكي بالقاف قلتوا يا خي دخيلت مستنع حكيي متل ما انت يخي متل اللبناني بدي يحكي مصري ومتل اللبناني بدي حكي سوري فحدا من الشباب اصحابي وقت نزلنا عالجامعة صار بدي يحكي بالقاف عرفوه من هو فعم يحكي مع شباب وما بارش عبي يعني عبي يحكوا عن شغلي فبقولوا اقليم اقليم التفاح اقليم الخروب فهن صاروا يضحكوا له يا خي نحنا بنحكي بالقاف ومنقول اقليم يعني ما فيك تقولها اقليم يعني ما بتزبط فأنت خي يحكيه متل ما انت بتحكي بدون ما تتصنع فالفكرة انه هي انه انا اذا بدي اتصنع ما بتزبط معي ولا بدي عيش سنين طبعا اه بهيدي حتى في ناس بعيشوا سنين وما فين يلقطوا اللهجة صح صح في ناس ما بلقطوا اللهجة بسهولة صح بسهولة هذا التنوع هذا اللي كتير حلو وكتير حلو نجح نحافظ عليه ونعززه وفيه كتير طرق يمكن هلأ حلقتنا هي جزء وهاي التوضيح انه خيطع حاجة طب ليش بدك تاخد صورة عني تعودها نحكي مع بعضنا شو نحنا وشو انتو مين نحنا وانتو يعني هاي الفكرة نحنا وانتو فكرة كتير خطيرة لانه هي موجودة متل ما قلتلك بالتراتوبية بتبلش بانه انا اللبناني احسن واحد بالعالم بخيلها مش احسن واحد نحنا بشر متل كل هالبشر شاطرين يا خي باشية وفيشلين باشية يعني نحنا قد نحق عن لبناني شاطر لسم دولة وفاشلي يعني فالفكرة انه نحنا فينا فينا نروح على اه تنوع ضمن الوحدي بشكل كتير حلو اه وهيك لفتني اليوم في خبر موزع اه بالمانيا عملوا اه طبعا بدي اه مش عم بشر فيه بس اه فكرة انه في احدى الجامعات تبنت اه موضوع الاقليات انه مسد تقدم منح الدكتوراه اه للي بيشتغل ابحاث عن الاقليات وخاصة الاقليات بالمشرق الدروز وغيرون يعني هم اه انه هاي الفكرة اه انه اه تعاوا نحافظ عها التناول لشنان انتر الغرب يجي رحنا نقرض صدقني رحنا نقريب مية بالمية مية بالمية ازا ما ما عملنا هاي دا الشي وشكرا للمانيا مية بالمية اه استاذ عامر حضرتك كمان من الابحاث اللي عملتها عملت شيء كتير ملفت المصطلحات الموجودة باللغة العثمانية اللي بنستعملها نحنا بلغتنا اللبنانية صحيح وهي بشكل اوقات سلبي وليس بشكل ايجابي فينا نحكي انه اوكي نحن احتلتنا اه الدولة العثمانية الامبراطورية الامبراطورية اربعمية وكذا سنة عالراس والعين بس انه بعد مية وشوي من انه ننفصل عن هيدا ليش مقدرنا تخلي هويتنا تغلب عن مكتسباتنا التاريخية بثقافة مش كتير مشرفة شوفي هي تطور الحياة للبشر ان طبعا بيخطل عدة عوامل خاصة بهالنواحي بدك اجيال تمرقط حتى تنسى او تغير العادات والتقاليد التي تتعود عليها لما مرك اربعمية سنة من الاحتلال فرض علينا اشياء كثير فرض علينا النظم الاجتماعية اللي نحن بعدنا باللبنان معتمدين اللي هي بايك ومير مثلا نظام السياسي بعده شبه عثماني تعرفين نظام الاحزاب بلبنان هم لألف وتسعمائة تسعة ايام دول العثمانية بعدنا نحن معتمدين نظام الاحزاب اللبنانية ينظم على القانون العثماني بالألف وتسعمائة تسعة في كتير من اللهجات نحن نستعملها هي لهجات عثمانية طبعاً نحن خليط لغتنا فيها كتير من الأرامية والسريانية والعربية ولكن الأتراك لحد اليوم أنا بالبحث اللي اشتغلته فيه حوال 420 مصطلح نستخدمهم يومياً بلبنان هني مصطلحات كلمات تركية يعني السا، صوفا فيه كتير كلمات الصوفا مش تركية هي مفروض تكون أجنبية بس أني كانوا الأتراك تمدينا إسا شو فيه إلى معنايين إسا يعني هلأ وإسا بعد شوي إيا إسا إسا لشمال أو إسا ما انطقتنا في اتنين إسا إي ما هوني هون شفت كيف تختلفه يعني اختلفت نفس المصطلح نحن هون منستعمل إسا يعني هلأ يعني الآن بش ما بقولوا إسا يعني بعد مصارت يعني بدت تصير ممكن تكون إسا اللي هو الأساس يعني إنه عم بحكي بأنه عم أكد على الشغلة إنه هاي الأساس فهو مصطلحات عثمانية مصطلحات تركية في كتير مصطلحات نحن بنستعملها هي من اللغة تركية وبعدنا كل نمط تفكيرنا تركيا مبرمج مبرمج على الأتراك نحن لاي الدولة فشلت عنا أنا برأيي بالنسبة لي بالفشل الأول الدولي للبنان مصطلح الدولي لأنه نحن ننظر إلى الدولة على أنها عسكر محتلة مش على أنه أنا عم بعمل دولة الدولة لإلي يعني بعدنا نتصرف نحن بيوتنا نظيفة وشوارعنا متسخة لأنه الشارع مش لإلي هاي يصطفلوا بيتي أنا لإلي حتى الناس يعني عشوية بدأت تقول أنه مش بايتة لإلي بس نحن نمط تفكيرنا بعد ومبني على أنه دولة نحن خاضعين لدولة محتلة بعدنا نحن كل ما شفنا العسكر أنه هيدا عدو لإلنا بالوقت اللي أنه العسكر هو مفروض يكون ابن الشعب لأنه جانا احتلال إسرائيل وجانا وجود سوري البعض بيقولوا أنه أفضل نقول احتلال يعني وتتقول احتلال أي عسكر بيكون موجود بيكون المصطلح أفضل بس هو العبارة الفقط يلي مش ما نتشر عليها أنه كان بإرادتنا الفرق تكون بإرادتك أو بكون غسبا عنك مش هيك بس أنا بقول الوجود وما بقول الوجود السوري بكل هاضي بكل هاضي الأحداث يلي صارت بعد ومرسخ بدهننا فكرة الأجنبي الموجود عنا ونحن بلبنان للأسف بعد فكرة عطول الناس خاضعة للسفارات يعني نحن أي سفير بالعالم بيتمنى يجي لعنا كتر ما بيلاقي تكريم حتى الدول يلي ما عندها دور سياسي وما عندها دور اقتصاري بس لأنه سفير انت بتعرفي يعني زميلنا وصديقنا غسان سعود عمل بحث مرة عن اللي بيعملوا قنصل لدولي مش سامعة فيها بس تحتى يحط على باسفوره وأنه هو قنصل بيدفع ألوف الدولارات وتيجيب نمرة لسيارته ما في إلى أي إفادي لإله بس نهائي تيتر بس تيتر تيقوله أنه سعادة السفير لدولي ما حدا بيعرفها هو ما بيعرفها سعادة القنصل أو سعادة القنصل سعادة القنصل لدولي هو ما بيعرفها أو يمكن زارة مرة بس لأنه معه مصاري بيجي في هاي الفكرة فكرة عبدت عبدت الأجنبي يعني وعبدت اللعب كمان أنه هاي دي مشكلة طيب من هاضي من نرجع للأمثال الشعبية فكرة مين ما أخد أمي بيصير عمي هاي دي فكرة قبول 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 شكل شي كتير حلو كل فرنجي برنجي يعني شي شغلي مرتب إنه الأجنبي ما بيصير دولنا لكل شي مرتب مين منها منها اليوم نحن نحن اليوم بموضب تشريع المثلية ما هي أفكار غربية تطور المجتمع بالغرب وسيطرة الشركات الرئاسمالية الإملاقية مصلحتها أو البرجوازية الغنية يعني الإملاقية مصلحتها بإنه نحن نعزز هذا الموضوع وننصح فيه دول العالم التالي تنخفف عدد السكان منها المثلية وهي نتيجة نتيجة موضوع مالي فقط لغير أنا بنسبة إلي هي الاقتصاد هو اللي عم بيفرض علينا ثقافتنا مش نحن عم نفرض ثقافتنا على الاقتصاد هاي دي الفكرة فبعدنا لحد هلأ نستعمل حتى نحن نحن عذاكي عن الموضوع التركي هاي كيفك سفا ثلاث لغات بهاك بمرحبا عربي فرنسا شو بيمنع مطلك يسعد صباحك يعني قده هي أحلى صباحك قده هي أحلى الفكرة إنه نحن نستخدم كلمات بسيطة شو حلو تقول مثلا صباح النور مثلا الخير يعني النور والخير فيه أحلى منهم تستعملون نستعمل هاي كلمات بسيطة إلى معنى إلى معنى ورحانية يعني فيها هايك روحية حلوة فيها شي من هايك من الشي اللطيف مجموعة هاي دي الاشياء بتخلينا نقول يا خي أنا مش مش معا إنه أحمل السيف وحارب كل واحد بيحكي غير لغة إنه اقطع له راسه أو واجهه آآ بس كمان ننتبه إنه نحن في لغة الأم اللي عنا يلي هي لغة الطبيعة نحن تعرفي إنه المزارعين بيعتمدوا لغة زراعية خاصة فيهم أنا كل عمره بي كان متى ينبهني يقل لي هايدي الشغلة ما تقطفها وعا تمسك الرمانات قبل عيد الصليب لأنه عنا أربطاش أيلول هو محطة عيد الصليب بيضا أنا يعني شو نخزع بلد بصير يعمل لي هي بي يعني يعني الشغلة مش مزبوطة طب بعدين اكتشفت إنه نضوج الثمار بده يمرق علي هايدي أيام الصيف ولما منصير نحن بآخر قاب بيقولوا لبت البرودي بالأرض العنب بتبلش ببلش العنب لا عيد التجلى عيد الرب ستة آآ ستة قاب يلي هي مرحلة بتكون نطجة الثمار نتيجة عوامل طبيعية ربطناها نحن بعيد بمناسبة بعيد الصليب بعيد التجلى بس هاي شغلة حلو ما هي عبتعلمنا أنا عم بتخليني ما متقلي أقطف هايدي الثمار تأكله صح إلا بهيدا الفترة الزمنية ربطناها بمثل جاعت قلت لك شغلة قلته بطل في مواسم مرتبطة بموسمة طبيعية وهيدا للأسف هذا الخطر للأسف يعني هاي الخطر نحن هلق عم نحكي عم نشتغل على مواضيع يلا خلينا نحكي شوي زراعة عنا بعد حوالي أقل من عشر دقاي اتمنة دقاي بدي أحكي الزراعة معك أستاذ عامل حضرتك أطلقت هيدا السنة خلال هيدا السنة حملة زراعة الزعتر وهيدا موضوع ومشروع بحال ذاته بحب تحكي عنه شو قصة الزعتر وهون برحب من كم يوم حكيت عن الشغلة هيدا انه ما عم يبقى أشي خضرة بتضيع بسبب النزوح ومش انتقادا للنزوح ومش عنصرية ومش عنصرية ولا شي بس هيدا واقع يخيي بدنا ناكل زعتر وورق عنا وتيني وعنبي وكل شي بس وينون صح أنا قتلها هايك ضمن النقاش مع أحد مع كتير أشخاص لأننا عم نشتغل على موضوع أنا بالنسبة اللي الزراعة هي حياة يعني هي مرتبطة بحياة الناس مرتبطة بلغتهم وبلهجتهم وبأفكارهم وبصحتهم وبصحتهم أنا لما يعني حدا عم بحكي قتلها خيمة شو بيمنع نحن ما نستبدل الأرز بالزعتر ما كانت كله نبات بلادنا لا الفكرة الفكرة العلمة البنانية الأرز هي علمة وهي الشجرة الخالدة الخالدة اللي كتير مهمة يلي كمان نحن عم نسبب بموتها بس أهميتها المعنوية والرمزية للي توازي أهمية السنديانية وأهمية الزعتر وأهمية السنوبر اللي هو مرتبط بحياتنا يعني نحن شو الهدف مش فن لأجل الفن يعني أنا هاي الفكرة ضده يعني أنا مش بس مثالي لأنه مثالي لأنه هاي المثالية عم بتترجم لحياة بتفيدني وبتفيد شعبي وبتفيد ناسي جينا نحن بفترة الماضي بتعرفي بيجي موجات بلبنان مش بس بلبنان يمكن الناس هايك بتخضع لموجات بصير فيه نوع من البرباجاندا مثلا بفترة القرون الوسطى انتشر بلبنان زراعة التوت لأنه كانوا برني الحرير ويصدروا الحرير على أوروبا ويصدروا لبرة واشتهرت بلادنا بوقتها بالحرير طيب لما طلع الحرير الصناعي يعني مثل اللي اليوم كان يستعمل فلوبي ديسك مثلا قناية رطيف اللي عنده فلوبي ديسك شغلة كبيرة شاب بيمرق لحظة انه بطل له قيمة خلص خلص يعني تطور الحياة أنا بخليني انه ما بقى اشتغل على هذي الاشي بطلت بطلت موجودة يعني خلص انه ما عادش الى دور طيب اجا الحرير الصناعي والحرير كمادي مش غذائي يعني مادي لللبس والصناعة مش مادة اساسية وضرورية يعني البنادورة ما بتتغير لو تغير شكله ونوعه وكذا بس بلو ضلوا ناس تاكل هايدي الثمرة بس الحرير ممكن يستغني عنه بشغلة تانية فاجت موجة زراعة التوت انتشرت زراعة التوت بكل جبل وسبب هيدا المجاعة ايوه على فكرة ما حدا بيدرس سبب لما طلعنا من التنوع اي وما حدا بيدرس بوقت انه المجاعة لانه اغلب الناس زرعت المناسبة الماستر الماستر طبعي كانت بالمجاعة يعني فترة المجاعة اه بالتاريخ اه لانه هايدي محطة كتير كبيرة لانه نحن بلادنا تعرضت لإبادة يعني جبل لبنان راح اكتر من نص مات اه طبعا شيء يعني شيء مرعب انه انت نص البشر يموت اه ضربي كبيري ايو ما بنحمل مسؤولية للغرب ولا للشرق لا تركيا مسؤولية ولا ايطاليا ولا فرنسا اي ولا حدا نتحمل بالاساس انا بحملها البريطانية اللي هني هني لوثة الارض هني اللي كبوا جرات هني كبوا جرات كبوا على السواحي الفلسطينية وانتشر لانه هني كانوا بدون يسرعوا بعملية النقمة على الدول العثمانية فكبوا جرات كمان خديعة عسكرية كمان خديعة عسكرية ونتيجة كمان عدق انه اغفلنا التنوع اللي كان بجبل لبنان انه رحنا على زراعة محددة اللي هي توت 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 صار كل الاراضي توت اه هدا التنوع لما اجا الجرات اه يعني نهار التنوع اكل اخضر واليابس جاعت الناس بالوقت بس لو كان عندهم امح هني زرعين لو عندهم عدس زرعين لو عندهم قبل بسنوات كانت كل الاراضي اللبنانية تنزرع اراضي جبل اللبنانية تنزرع قمح بكميات هائلة انا بعرف من الضيعة اللي هايك عم بروح بشوفها انه مثلا كانوا في مسار يفضوا التراب لورا يعمروا الحيط على الحف العالي ويعبوا التراب ويزرعوا قمح ويساموا بايدر ويساموا بايدر ويعملوا القمح فنتيجة هذا نتيجة هذا الاغفال التنوع يلي صار تسببت المجاعة المجاعة تركت اثر كتير كبير وتنوعت بين عوامل داخلية وعوامل خارجية العوامل الداخلية هي نتيجة الاهمال والهجرة الكثيفة اللي كانت من قرى جبل لبنان للشباب بقوا النسوان والعجزي وبعض الشباب بالضيع كمان خفت الايدي العاملة يعني بطل فيه شباب عم تشتغل خفت كمية الانتاج بوقتها وصلنا للاحظة الالفين وخمستاش يلي فيه حصار وفيه جراد جاعت الناس وماتت ومات بالالاف العبرة اليوم العبرة اليوم انه انا رحت على تعاوتها نشتغل تعاوتها نشوف شو عنا مادة وتعاوتها نشتغل على التنوع انا انا فكرت يعني بلش اشتغل انا ومجموعة من زمان اول شي نحن عنا تغير مناخ مخيف هذا بحاجة لنرجع نفكر شو انا نعمل تعاوتها نحن بطل عنا اربع فصول مع الارض بشكل مختلف حتى نحافظ على حياتنا وحياة ولادنا اه ما فيه ولا نبع نضيف ماء نهائيا قطعيا بلا بالنوادر بسبب الاعمار وبسبب التنوع يلي صار التدمير البيئي الممنهج يلي صار تعاوتها نفكر بطريقة مختلفة اه فينا نعيش نحن بمجتمع مش دات ممط استهلاكي يلي انا بيجي اي حدا بيجي بيسوق لي فكرة بيعمل لي كم صورة حلوين على التلفزيون بيعتبره صح تعاوتها نفكر بطريقة مختلفة الزراعة مش هي معناتها انه المزارع هو الاهبل والفقير اللي بيطلع من الطاعة هو الاسكة هو حامل خبرات الاف السنين من جدودنا نحن من ايام السريانية والسريان والقرام والقراميين وغيره عم نكتشف هلق انه كانوا متنوعين بزراعتهم وبصناعتهم احسن مننا اليوم هذي ثلاثة دقاء عيق دق تخبرنا على المشروع المشروع انه نحن تعود نشوف شو بناسب ارضنا نحن بمناطق عنا مشكلة ماء في ازمة ماء حقيقية في لبنان ازمة ماء للشرب وازمة ماء للري تعاوت نروح على الزراعات اللي ما بتحتاج ماء كتير انا في ازرع كتير انواع من النباتات بده ماء خليها لغير مناطق تعاوت وهي صحيح متل ما كانوا قلونا جدودنا انه لازم تاكل زعتر الصبح بيطيب دهنك بيتحسن دهنك فاكيد الزعتر شغلة منيحة تعاوتنا نروح على الزراعات المفيدة كتير حلو جيب انا لفاندر او مش لفاندر جيب نباتات زيني ازرع كتير حلو نزرع بس مش هنا الاساس نحن لازم يضل عندي اذا عنا صناعة لقلون يعني نعمل زيوت من اللفاندر ايوة نعمل نستفيد منه ونعمل كميات انا مع انه نعمل صناعات بدل ما انا اعمل تصوينة البيت عندي تصوينة جنينة من من نباتات زهرية زهرية زيني بس في اعمل تصوينة جدية بالرمان تعاوتنا نزرع زعتر نحن عملنا حملة الزعتر انا بعت مية وثلاث تلاف شط نحن عاملين حملة المية الف كنا قدمت قدمتون مية وثلاث تلاف شط لي نحن بخلال ربيع الماضي نزرع زرعناهم وهلق عم نتبعهم مع الناس انه يعملوا مواسم على القليلة مونتهم هيدا كتير مطلوب لبرا صار صار الزعتر معروف نحن يوميا بنأكل منقوشي يوميا بنأكل اي نوع فيه انواع كتير من الطبخات يستعمل الزعتر فيها البيتزا بدأ زعتر كتير اكلات بدأ زعتر في اكلات تتفنن وغزيد صحيح فهيدي نحن هاي شغلة منشي اقتصادية تعاوط نروح على زراعة الرمان زراعة الرمان شغلة مهم ما بدوا ماي كتير تعاوط نروح على العنب والتين العنب والتين مات إدائية رئيسية نحن بجبل لبنان تعدني بحلقة نعمل حلقة زراعية لانه الوقت اكيد بيشرحني حلو نعمل حلقة زراعية ونقول كمان كيف انه الواحد في يعمل اقتصاد بالزراعة مش بس زراعة فقط للمؤنة شكرا لإلك الصحافي والمزارع عامر ملاعب شكرا للزميل كيفورك وسكرا للأصدقاء المستمعين إن شاء الله كونوا استفدنا إن شاء الله كون كلنا استفدنا من هذه الحلقة حكينا عن حالنا وعن غيرنا وحكينا أمل بالزراعة شكرا شكرا لإلك شكرا